جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الحقوقيين والناشطين والصحفيين وكرسة لعرض أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوق منذ انقلابها المشؤون في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 حيث امتلأ سجل الانقلابيين بمختلف الانتهاكات تتعدد هذه الانتهاكات منها القصف العشوائي على المدنيين والقنص المدنيين والاخفاء القصري والتعذيب وغيرها من هذه الانتهاكات حلقة النقاش اليوم ستستهدف فئة محددة ومعينة ونعتبرها مهمة وهي فئات الصحفيين والعلاميين من دول التحالف العربي وبعض المهتمين والوكالات الدولية والأجنبية المتحدثون في الجلسة النقاشية تطرق للجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوق بحق الطفولة في اليمن إضافة إلى الانتهاكات المروعة التي استهدفت الصحفيين حيث رصدنا في عدد الانتهاكات بحق الطفولة من عام 2004 إلى 2013 209 حالة قتل في محافظتي صعدة وحجة وعمران يزال هناك 16 صحفيين مختطفا منهم 15 صحفيون لدى الحوثي للعلم هؤلاء الصحفيين المختطفون يحاكموا منهم أن يحاكم غيابيا يتعرضوا للقمع والانتهاكات بكل أنواعها يمنعوا من زيارتهم يتعرضوا للتعذيب بشكل دائم التغاضي الأممي عن جرائم ميليشيا الحوثي والمخلوق وتماهي بعض ممثلية المنظمات الدولية مع الانقلابيين في صنعاء كان أيضا على طاولة النقاش هذا أحد أشكال الانحياز لأن المنظمات أو مكاتب المنظمات الأممية تحديدا والمنظمات الدولية بشكل عام أصبحت اليوم بحكمة محاصرة في صنعاء لأنها لا تستطيع أن تمارس أعمالها بحيادية تامة لا تستطيع أن تتنقل في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وعلى مقربة من هذا الاجتماع كان وزير حقوق الإنسان يطلع زراء خارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول التحالف العربي بجرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوق الانقلابية مشيرا إلى أن حالات الاعتقال التعسفي وصلت إلى أكثر من أربعة عشرة ألف حالة منها ألفين وتسعمائة حالة إخفاء قسري وتسجيل ثمانمائة وخمسين حالة تعذيب للمختطفين ترجمة نانسي قنقر